على مسألة ملهم كنا بنتكلم تحديدا على 6 أكتوبر والحرب وكت بتكلم مع زملائي وبيتكلموا معايا على إنه مين في جيلنا ده اللي كنت بقوله لحضراتكم من بارح لإنه كلنا بنتكلم كده وعلى مش بس جيلنا يعني حتى في جيل زميلنا الأكثر شبابا والأعمارهم أقل مننا بعشر أو خمستاشر سنة أو أقل مننا يعني على إنه إحنا كلنا كلنا كان دايما عندنا الحلم بتاع هتطلع إيه هطلع ظابط عشان حارب أخد بالك بس كمان كان فيه منقشة بالنسبة لي أكثر إلهاما كانت مع والدتي مبارح الأسزة تحية عبدالوهاب كنا بنتكلم على وقت الحرب أمي كانت وقتها شابة صغيرة صحفية في مقتبل العمر في وقت الحرب بالمناسبة تعرفت على أبويا في الشغل يعني في روزة اليوسف ونشأت بقى قصة الحب والكلام اللطيفة المهم فكايت قاعدة عمالها بتحكيلي على مناقشاتهم كلهم كمجموعة من الصحفيين الصغيرين والصحفيين الأكبر سنة والأسزة الكبار جداً أصحاب الشعر الأبيض فيما يتعلق بالحرب وإزاي كانوا كلهم بيتناقشوا مش بس في الإطار بتاع الصحفيين والكتاب والأسزة لكن كمان زميلهم اللي في البوفيوة مش عارف إيه وبتحكيلي على شكل المجتمع المصري في حالة الحرب في الوقت بتاع الحرب وحتى هي لفتت نظري ويمكن أنا من الناس اللي مؤمنة جداً بالفكرة دي وأعتقد كلنا إحنا بنتكلم على جيش قام بعمل فعلاً أسطوري مش فقط تاريخي يعني هو ملحمة وكأنها أسطورة غريقية إزاي جيش اتهزم أو انتكس في سبعة وستين يعرف يعيد بناء ذاته ويستعيد روحه القتالية وهو يمتلك نفس الروح الوطنية في خمس سنين فيتحرك هذا الجيش اللي عانى أو شال أوزار الهزيمة في سبعة وستين واخد بالك الهزيمة أو النكسة كانت علينا كلنا كشعب ومجتمع ودولة بس اللي شالها على ظهره كان الجيش المصري فشالها على ظهره خمس سنين دون يأس وشالها على ظهره وهو بيعيد هيكلة وتكوين ذاته هنا الكلام برجع فيه فعلاً لأم يقاتلي بنوا نفسهم في خمس سنين عشان يتحول لهذا الجيش الأسطوري فينتصر في تلاتة وسبعين انتصاراً مؤذراً يعني هو انتصار لا يقبل لا شك ولا تأويل لكن يخضع طول الوقت للتحليل بتاع إزاي جيش البلد دي عرف يعمل كده وده يمكن السر الرئيسي وراء بقاء هذه الحرب في إطار ملحمي خضع طول الوقت للدراسة والتحليل في أرقى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي القارة الأوروبية على رأيي الأستاذ موحي إسماعيل جمعاء ولو قعدت تحصر وانا بكلم يعني بمنتهى الجدية وحرفياً لو قعدت الله يرحمك يا أستاذ ياسر رزق الله يرحمك كانت كلمته حرفياً الله يرحمك حرفياً وكانت بيننا دايماً مناقشات كتير قوى على حرب الاستنزاف وتوسيق الحرب لو قعدت حرفياً تحاول حصر البطولات والملاحم اللي حصلت من سبعة وستين وصولاً إلى نصر تلاتة وسبعين أنا أظن إن مش هيبقى فيه عندنا كتاب واتنين إحنا هيبقى فيه عندنا الاستوديو دا داير ما يدور مليان مجلدات على حجم الملاحم والبطولات يعني دا إحنا اللي قعدنا نحصر بطولات السويس هنتخض خالي الله يرحمه عميد محمد نجيب عميد بحري قوات مسلحة محمد نجيب كان في الحرب كان وقتها مكافحة غواصات في تلاتة والسبعين حلو وهم دول اللي ضربوا المركبة اللي غرقت بعد كده مركبة العدو والضرب عليهم ساروخ فاللنش اللي هم كانوا بيستخدموه اتدمر وكان ليه صديقه وزميله ورفيقه شهيد فبتحكيلي إزاي خالي محمد نجيب وصل للشط عين من عرض البحر أنا هنا بكلمك على حدوتة في أسرة حدوتة مش بمعرض أن أنا أرويها عليك دلوقتي اللي أنا عايز أقولهولك هتلي بيت مصري واحد واحد ما عندوش حدوتة عن الحرب لو ما كانتش في 73 يبقى عن حرب الاستنزاف وعليه علموا ولادكم شوف بقى هنا علموا ولادكم لأ أبعد رب ولادكم رب ولادكم على حرب أكتوبر على أنه يبقى في حاجة اسمها إذكاء للروح الوطنية في حاجة اسمها إذكاء للروح القتالية المجتمع والشعب اللي وقف كل واحد عشان البلد يتنتصر يا راجل يعني أعذرني وحتى اللصوص توقفوا عن السرقة توقفوا عن السرقة حالة تانية خالص توقفوا عن السرقة